اطفال سيادة العميد اليوم احنا نرجع هسه يعني الاشهر سبقتها يعني نتذكر انه الفاجعة الطفل موسى اعتقد الكل يعني حتى الدول العربية والاجنبية يعني انتشرت بهاي الظاهرة وايضا كقانون موجود لكن ماكو انصاف يعني ريتاج اللي بالفعل في محافظة بابل تم تقطيعها وحرقها من قبل جيرانها احنا اليوم نتكلم ايضا عن جيل جنابك الذكرت انه جيل اليوم كاطفال لازم يتعلم ويتابعونا لان بالفعل هاي التقنيات ما كانت موجودة قبل 2003 لكن اليوم حتى النساء والرجال قاموا يتفننون بالتعذيب والعنف صح احنا بتشخيص صحيح بس ولكن احنا دائما يعني نوجه رسالتنا انه العودة الى بناء النفس العودة لان القانون موجود واحنا دائما نحذر كوزارة داخلية اللي القاتل اللي ذكرته موسى او الله يرحمه او ريتاج تم القبض على القتله وسوف يحاكمون وبأقصى العقوبات 15 سنة موعدة نحن نحن احنا هذا الامر مترك للقضاء سيدنا العزيزة حتى لو ندخل بغير في جدال او هذا مترك للقضاء ولكن احنا نوجه دائما رسالتنا الى الاصلاح المجتمعي لان كل ما هناك كان اصلاح سواء كان في العسرة او سواء كان في المجتمع نرى قلة لهذه الجرائم الجريمة موجودة في كل الدول الجريمة موجودة مو يعني كتعزيز أو كتبرير لا الجريمة متأصلة في النفس البشرية ولكن هناك الكتم هذه النفس الجانب الإجرامي في داخل النفس يقوم على عدة أمور من ضمنها الأمور التي ذكرناها التقيد بالدين الإسلامي التقاليد والأعراف العشائرية التقاليد والأعراف العربية العراقية التقيد بالأعراف اللي موجودة داخل الأسرة نحن كنا تحكمنا كلمة العيب حاليا نحن يجب أن نفسر هذه الكلمة بأسلوب حتى نوصلها لهذا جينة يخفف من وطأة النزعة الجرمية داخل النفس البشرية نحن نركز على إحلال السلام نركز على إحلال التفاهم والرجوع إلى العادات والتقاليد العراقية الأصيلة مبدأ التسامح يكون موجود حتى إحنا من نقدر إحنا نصلح النفس البشرية ونصلح الأسرة ونصلح المجتمع صدقيني يعني هذه الحالات اللي طفت على السطح رح يكون هناك انخفاض به مثل هكذا أمور لأن دائما الإنسان يعني سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم ونفسه وما سواها فعلا ما فجره وتقواه صدق الله العظيم دائما إحنا ندعو إلى تهديب النفس حتى من مبدأ العلاقات كدارة علاقات والتوعية والتثقيف من مبدأ أنه الوقاية خير من العلاج نعم حتى نذكر القانون موجود ونحذر دائما عن طريق يعني قنوات التلفزيونية عن طريق استضافتكم الموقع نحذر أنه المواد القانونية موجودة القضاء العراقي يعني يعتبر كظرف مشدد ووزارة الداخلية وكل مديريات الاختصاصية أيضا موجودة لعملية أنه سرعة إلقاء القبض على المجرمين هناك التعاون لا ننسى أنه في حادثة أخرى حدثت التعاون المواطن مع الأخوة في أجهزة الشرطة يلقون القبض هذا بادرة جدا جميلة المواطن هو الظهير لرجل الأمن وهو صانع أيضا مشارك في صنع القرار كأرصائية سيادة العميل نحن داما من وجه رسالتنا أنه التعاون الكل نعم